الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري وهو الدرس الثالث من دروس كتاب الإيمان من هذا الكتاب فلتفضل قارئ مشكورا جزاه الله خيرا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعيظ أخاه في الحياة يقول إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أذر بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان قوله هنا وهو يعيظ أخاه في الحياة أن ينصحه ويعاتبه ويحذره من الحياة وظاهر قوله يعيظ أخاه أن المراد به أخوه من النسب وأما الحياء فهو صفة في النفس تجعل صاحبها يترفع عما لا يتناسب معه والحياء مشتق من الحياة كأن صاحبها قد أورث حياة في قلبه تجعله يبتعد عما لا يناسبه من الأقوال والأفعال والأخلاق يقول هذا الأنصاري لأخيه إنك لتستحي أي من شأنك الاستمرار على الحياة وتطلب هذا الخلق حتى كأن هذا الرجل يقول لأخيه قد أذر بك أي يدعي أن الحياء قد ألحق به الضرر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه أن يتركه ولا تتكلم معه في ذلك فإن نصيحتك وموعظتك لم تقع موقعها قال فإن الحياء من الإيمان وفي هذا أنه ليست كل نصيحة تكون مقبولة وتكون متوافقة مع الشرعي وفي هذا أنه قد يظن أن بعض الأشياء تلحق الضرر بالإنسان بينما هي لمصلحته وفائدته دنيا وآخرة وفي هذا الحديث أن الناصح الذي لم يسر على مقتضاء الشرع فإنه ينهى عن تلك النصيحة ويقال له اترك هذا الشان لمن هو أهله وفي هذا الحديث أن الحياء وهو عمل من أعمال القلب ركن من أركان الإيمان وخصلة أن الحياء خصلة من خصال الإيمان وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدنها إماطة الأذى والحياء شعبة من الإيمان وفي هذا دلالة على أن أعمال القلوب ومنها الحياء تدخل في مسمى الإيمان حسن الله إليكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله نعم قوله في هذا الحديث أمرت أي أن الله جل وعلا وجه التكليف لنبيه بأن يبلغ الخلق بهذا الأمر المذكور في الخبر وقال هنا أقاتل أي أجاهد وفرق بين أقتل وأقاتل فأقاتل فيها مفاعلة بين الطرفين وذلك أن الممتنع عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة يقاتل ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا مبيحا لقتله وقوله أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله الشهادة الإقرار بالشيء والاعتراف به كأنه ينظر إليه بعينيه قوله أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وأن محمد رسول الله أي حتى يكروا بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم بما يقتضي طاعته في أمره وتصديقه في خبره وعبودية الله بما جابه ويقيموا الصلاة أي يؤدوها على وجهها وظاهر قوله يقيموا أي أنهم يستمرون على ذلك لأن الفعل المضارع يدل عليه وقوله يقيموا أضاف الفعل إلى ضمير الجمع مما يقتضي أنهم يقيمونها جماعة المراد بالصلاة هنا الصلوات المفروضة وهي الصلوات الخمس وقوله ويؤتوا الزكاة أي يقدموها ويعطوها لأصناف الزكاة والزكاة واجب مالي لمن ملك نصابا من أصناف محددة من أنواع المال قال فإذا فعلوا ذلك أي الإقرار بالشهادتين وإقامة الصلاة وإيطاء الزكاة عصموا مني دماءهم أي أنهم منعوها وذلك المنع من قبل الشارع ومنع أيضا أموالهم إلا بحق الإسلام يعني قد يكون من العبد سبب يقتضي شيئا من الأخذ من ماله أو دمه لحكم شرعي إسلامي كالقصاص قال وحسابهم على الله أي أنه يكتفي بالأمر الظاهر وأما الأمر الباطن فهو لا يعلمه ومن ثم يكون أمره إلى الله تعالى وقوله حسابهم أي أنهم يحاسبون على حقيقة اعتقادهم عند الله جل وعلا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال حج مبرور قوله هنا سئل أي العمل أفضل فيه فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم وحرصهم على السؤال عن أفضل الأعمال وقوله إيمان بالله ورسوله فيه دلالة على إطلاق الإيمان على العمل فإن السائل سأل أي العمل أفضل فكان الجواب الإيمان فدل هذا على أن الإيمان يدخل في مسماه العمل وقوله قيل ثم ماذا أي ما هو الذي يقع في الرتبة الثانية بعد الإيمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله أي القتال لإعلاء كلمة الله وقوله الجهاد في سبيل الله فيه دلالة على تقديم أمر الجهاد على الحج المبرور والجهاد قد يصدق على بذل المال في سبل الخير قال ثم ماذا أي ما هو العمل الذي يكون في الرتبة الثالثة فقال حج مبرور والحج قصد مكة والمشاعر لأداء النسك الذي يقع في ذي الحجة وقوله مبرور أي إنه اتصف بصفة البر الحج المبرور ما وجدت فيه أربع صفات أن يكون خالصا لله وأن يكون متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجتنب صاحبه محظورات الإحرام ومن الحج المبرور أن يقدم الإنسان فيه أفعالا خيرة تكون سببا لمرضات الله جل وعلا ومن الحج المبرور أن يؤدي الإنسان المناسك على أكمل الوجوه وأتمها ومن الحج المبرور اجتناب الإنسان أذية الآخرين والاعتداء عليهم أحسن الله إليكم قال عن سعد بن أبي وقاصر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطرهتا وأنا جالس فيهم فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأوراه مؤمنا وعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمقالته فقاله مسلما فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال أقبل أي سعد يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي من خشية أن يكبه الله في النار على وجهه قوله في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أي أعطى من صنوف المال فقد كان صلى الله عليه وسلم قد بلغ من الكرم شأوا بعيدا وقوله أعطى رهطا أي جماعة وعددا من الرجال قال وأنا جالس فيهم يعني أن سعد بن أبي وقاص كان جالسا قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا يعني أنه لم يعطه مثل ما أعطى جماعة قال وهو أعجبهم إلي أي أنني كنت أرى أنه أفضلهم وأحسنهم مما يقتضي الزيادة له في العطية في العطية ولكن لم يكن الأمر كذلك قال كان صلى الله عليه وسلم قد امتنع عن إعطائه قال فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته أي حدثته حديث السر وكلمته كلاما لا يطلع عليه غيره فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان أي لماذا لم تعطه كما أعطيت أصحابه فقال سعد فوالله إني لأراه مؤمنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما قال فسكت قليلا يقوله سعد ثم غلبني ما أعلم منه من سيرة حسنة فعدت لمقالتي ما لك عن فلان فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لا أراه مؤمنا فيه قسم الإنسان ولو لم يطلب منه إذا رأى ثم مصلحة شرعية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما فيه دلالة على أن رتبة الإسلام أوسع وأن رتبة الإيمان أقل وأنه ليس كل من وصل إلى رتبة الإسلام يعد قد وصل إلى رتبة الإيمان وقوله وهذا الحديث أيضا فيه الشفاعة لمن يغلب على الظن أنهم سيستعملون ما شفع لهم فيه في مراض الله جل وعلا وفي هذا الحديث أيضا الشفاعة ولو لم تطلب منه الإنسان وفي هذا الحديث جواز حليف الإنسان ولو لم يطلب منه الحليف وقوله ثم غلبني ما أعلم منه أي أهمني حتى غلب على نفسي أتفكر في حالي ذلك الرجل الذي هو محل الثناء ومع ذلك لم يعطى قال فعدت إلى مقالتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسمع فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان أي لماذا لا تعطيك كما أعطيت أصحابه فوالله إني لأوراه مؤمنا قال وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقالته فقال أو مسلما فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يعني أنهم عادوا للمدينة فلما وصلوا إليها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم اقبل أي سعد يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار على وجهه فقوله إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه فيه دلالة على أن العطية لا تدل على مستوى المحبة في هذا الحديث التحذير من العقوبات الإلهية التي تصيب بعض الخلق وقوله خشية أن يكبه الله في النار على وجهه أي أنه كان يمتنع من إعطاء المال لبعض الناس لمصلحتهم لأنه يخشى أن لا يتقي الله في هذا المال ويخشى عليه من أن يكبه الله يقلبه الله في النار على وجهه بسبب أن ما عليه في ظاهره مقبول لكنه في باطنه ليس كذلك ولذلك رأى طواف من أهل العلم أن هذا الحديث وأشباهه يقصد به أولئك الذين كان منهم مراقبة لله جل وعلا في أفعالهم بحيث لا يقدمون إلا على ما ظاهره الخير والمصلحة ثم يتبين خلاف ذلك وهنا قوله أو مسلما ظاهره أنه أهاذ ليسلام أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلني وإياكم من الهدات المهتدين كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يوالي عليهم الخيرات كما أسأله جل وعلا لولاة أمور المسلمين التوفيق لما يحب ويرضى وأن يجعلهم من أهل الهدى والتقى والصلاح بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين